أفضل بدائل لحاسبات ومعلومات يمكن ملكش حظ تدخل كلية حاسبات ومعلومات أو مكتب التنسيق كان له رأي تاني كده فعايزين نعرف تعمل ايه لو ما دخلتش كلية أو حصل الظروف أو انت دلوقتي خلاصت خرقت من كلية تانية وعايت ستدخل مجال ببرمجة أو غيرها من الحالات فعايزين نعط ايه أفضل بدائل كده لحاسبات ومعلومات خلينا بها نبدأ على طول ويلا بينا وأهلا بك وفيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات نطور مواقع مش عايزين نعيط على اللبن المسكو يعني لو انت ما دخلتش كلية أن أي ظروف أو غيرت منها واندمت أو صحابك بعد جده قالوا لك ازاي ده حاسباتي المستقبل ده مش عارف ايه الكلام ده كله فما تبكيش خلاص اللي حصل حصل لو انت بقى يعني في الظروف اللي حنقولها في الفيديو ده لازم تعمل كده أنيك في البداية اللي حنقولها دلوقتي أول سؤال معنا هو انت تدخل مجال البرمجة وانت مش في حاسبات ومعلومات عشان تدخل مجال البرمجة يكون عندك حاجتين شرف جامد بالمجال وانك تكون يعني شايفوه هو الكرير بتاعك والمجال بتاعك يكون قافل يعني خلاص انت مش طايق المجال بتاعك وحابب لا انا هتعلم برمجة هو دي النقطة أو النقطتين يعني الاساسيتين قوي اللي حيدخلوك المجال ده بنسبة النقطة السن ما تحطوش في دماغك أو فيه ناس بتتعلم وهي عندها 50 سنة وربنا بيرزقها وفيه ناس تانية بتتعلم وهي عندها 15 سنة وربنا ما بيوفقهش في مجال البرمجة فالوضوع نسبي والموضوع حظ والموضوع يعني اكتياد شفسي وحاجات كتير جدا فرا ما تحطش موضوع السن ده عائق قدامك عشان ما تدخلش مجال البرمجة نفس الكلام لو انت ما دخلتش حاسبات ومعلومات برضو وبحطهوش العائق هو اه هيأثر بس مش هيأثر مية في مية فزان وقتك لو انت عندك الشغف في المجال ده جامد جدا وجرب يعني جربت بنفسك تتعلم الحاجات اللي هنقولها دلوقتي وبردو خلاص انا عجبني المجال ده وحدخله يبقى كامل في المجال ده لكن غير كده او انت واخده بس عشان هيجيب فلوس او الكلام ده كله احصل لك بلاش المجال ما فيهوش الفلوس اللي هيا بيتحكوا عليك بيا وفي نفس الوقت ومش هو المستقبل الوحيد يعني وإلا خلاص كدت كل الناس تتوجه ليهو بس ومحدش تشتغل اي شغلانة تانية فيعني هو الموضوع لو انت عايز البرمجة عشان البرمجة بتحبها لنفسها ومش بتحبها عشان فلوسها احنا عملنا كده زي ما يكون بنتكلم عن حاجة تانية مش عن البرمجة او مجالي علي انكل تاني سؤال مؤام وهل هيكون فيه وزارة في حالة ان انت مش شريك كلية حاسبات ومعلمات او هندسة حاسبات او اي حاجة ليه علاقة هيكون فيه بس نسبة 70-30 يعني 70% ما بين 70-80% من الشركات بيحاطلك اول شرفتك كده هو ان المطالب يكون او ريكممندد ان هو يكون خريج احد كليات او المعاهد اللي ليها علاقة بمجال الهندسة ومجال الحاسبات او ما يعادلها دي دايما هتلاقي كده اول نقطة فهتلاقي نسبة 70-30 طب ايه بتتقدم وانت بارتو شايف حاجة زيتي لو انت بقى معاك خبرة ومشاريع سابقة كويسة جدا كفيلة ان هي تعديك من المرحلة دي طيب اكيد الموضوع نسبة اكيد فيه مجالات ليها حيها وبتعوز اوي وفيه مجالات تانية لا الاجابة او ويجال زي الاي اي اي اللي تكلمنا عنه الفيديو اللي فات هيكون برضو محتاج بشدة اوي شهادة مجال زي مثلا الشبكات والامن السيبراني بيحتاج بنسبة اقال من الاي اي اي بس برضو بيحتاج اوي اقل مجالين للأسف هم الويب والموبايل المجالات دي نوعا ما ممكن تشتغلها في ري لانسر ممكن تشتغلها في شركات كتير ممكن شركات ريموتلي فالموضوع واسع جدا فيها والموضوع مالوش حاجة تحكمه فبالتالي تقدر تشتغلوه حتى لو انت خريج كلية تانية او خريج اي حاجة تانية فتقول اقضى المجالين ويليهم على طول ديسك توب ابليكيشن وحاجات تانية لكن سوفتوير بقى انجنيورنج حاجة زي الاي اي زي ما قلنا الحاجات دي كلها بتحتاج الكلية اكتر شوية وبرضو هو معما انت مش هتلاقي بكورسات اللي تغطيها بشكل واسع زي الويب اللي هو مرمي على اليوتيوب ومرمي في كل حتة هو والموبايل ابليكيشن تلاتر والكلام ده نيجي بالاخر سؤال واهم سؤال في حلقة النهاردة طب ايه افضل البداية اللي انت من الصبح معلقا عليها دي افضل البداية لكلية حاسبات ومعلومات اول حاجة وهي حاجة غريبة شوية هي هندسة قصب حاسبات اول ممكن تكون هندسة اقل في التنسيق من حاسبات ومعلومات طب انت عايز حاسبات وجدت صدفة في السنة دي ان هندسة كانت اقل ادخل هندسة بعد كده زاكر شاف اولى عشان تدخل تخصص الحاسبات او علوم الحاسب تانية حاجة هي كلية علوم قصب حاسبات او علوم حاسب في كلية العلوم. ده بعده نفس الكلام بيخرجك ممكن تعادل شهادة حاسبات ومعلومات. ثانية اختيار وده اقل نختار فيهم لو انت بقى يعني الدنيا مش ماشا معك في المجموعة الخالص هي نظم المعلومات الادارية بس تكون انجليش او قسم انجليزي يعني انجليزي في نظم المعلومات. طبعا هتافض حاجات ليه علاقة بالتجارة كتير شوية وحاجات ليه علاقة بادارة اعمال والكلام ده كله بس في النص كده هتلاقي شوية ببرمجة هتزبط لك الدنيا. طب في حالة ان انت خلاص يعني الدنيا مفيش خالص والكلام ده كله هتبدأ تاخد الكورسات الخاصة او تشوف دبلوما تكون مثلا ست شهور تسعة شهور مش اي تي اي يعني دبلوما خاصة بيك من مركز تدريب او كده وحتديك شهادة بس ديه خلاص هي كده انت برق المجال ده وبرده لو عايز توفر تماما الكورسات يبقى تقدر تاخدها وخلاص وتبدأ تعمل مشاريع بس كتير وان شاء الله ربنا يوفقك في المجال ده. لقطة اخيرة كده ونصيحة يعني هي تنصحة بلي كده بس انا بأكدها برضو حتة ما تدفعش فلوس كتير في كلية خاصة. لان مهما ان كانت انت محتاج الكورسات ومهما ان كان انت مش هتشتغل بالشهادة اللي هي يعني دي شهادة من مكان كزا او دي شهادة من مكان كزا. في الحالتين واحد. لو انت خريج الجامعة الامريكية زيك زي مثلا خريج معها التحتبير السلم مش عايزين نواند اسمه معايد. فمش فرقة كتير فما تصرفش كتير. وفر على قد ما تقدر ولو تقدر توفر فلوسك كلية وتاخد لك كام كورس وبردو. تزبط نفسك كشوغلانة خاصة دي حتكون افضلك بكتير قوي من ان انت تضيع سنين ووقت ومجهود والكلام ده كله على الفاضي. او مش عالفاضي قوي يعني بس ان هو بس لمجهود زيادة وممكن ربنا ويوفقكش في الاخر كن صرفت كتير ويعني في الاخر حظ او الكلام ده كل. وبس كده ده كان فيديو نهاردة قمنا ان الفيديو يكون عجبكم وقفتكم لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك وما تنساش شوف الحلقات والحكاة طول الكورسات اللي فاتت وستنى الحلقات والحكاة طول الكورسات اللي جاة وانزد اشترك في كنا عشان وصالك كل جيد وعشان مده بش مند هوي.